ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في فصل دراسي واحد حققت مؤسسة إنجاز البحرين أهدفها التي تتمثل في تمكين الشباب البحريني من معرفة طبيعة ومفاهيم العمل والمواطنة والاقتصاديات والشراكة والريادة في الأعمال إنجاز نفسك كفكرة وكتنفيذ هي فرصة ذهبية دائما نحث نوجه جميع مدارسنا وجميع طلبتنا على اقتناصها على اعتبار أن هناك مناهج دراسية تدرس طبعا في جميع المراحل تسقل وتكسب الطالب المهارات والكفايات المخصصة لمنهج ومادة معينة لكن برنامج مثل برنامج إنجاز هو يساعد وهو مكمل للمنهج الدراسي ويعتبر شريان بث الحياة في هذه المؤسسة غير الربحية الشركاء الدعمين والمتطوعين الذين يجسدون قلب المؤسسة أيضا فهم يطورون أداء الطلبة من الناحية الأكاديمية تارة والاقتصادية تارة أخرى نحن في شركة بابكو نفخر أن نحن من البداية مشروع إنجاز أن نحن صادمنا المشروع بتوفير الدعم المادي شيء بسيط بنسبة حق المشروع اللي قاعد ينجزه حق الطلاب الاستفادة حق من الطرفين الطلاب يستفيدون وفي نفس الوقت يخلق نروح التطوع أشكر مؤسسة إنجاز البحرين الفرصة الكبيرة لنا للمشاركة لأنه يعتبر دعم للشراكة المجتمعية بين المدارس الحكومية والمؤسسات التي تخدم الدولة سواء كانت خدمية أو غير خدمية وبالإضافة إلى أنها تخدم الطالب نفسها أشغل وظيفة منصق للعام السابع على التوالي ما بين مؤسسة الإنجاز وما بين مدرسة الحد الابتدائية العددية حققنا نوعين من المشاريع برامج إنجاز البحرين تجتمع لتحفيز الشباب على الحماس للتجربة وتحقيق الأحلام إمانا منها بقدرات الشباب البحريني على الانخراط في كل المجالات اجتمعوا اليوم هنا لإثبات قدراتهم وإنجازاتهم في هذا البرنامج الذي أثبت كل شيء ولم يضع لهم أي حدود شوكي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر